السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وناشتين في نفس الوقت فيديو جديد ووصفة جديدة وهذه المرة ان شاء الله راح نتقاسم معكم وصفة ديالي في كعك النقاش بالغرس ليجي بي عجينة سحرية عجينة دب في الفم قبل ما اطول عليكم اكثر نخليكم مع الوصفة بسم الله وعلى بركة الله نبدأ بالمقادير دائما لازم تكيلوا بالكأس اللي تبديو به الوصفة تتكملوا انا نمكيلا بهذا الكأس وضعت الزوج ونسبة الفارينا دقيق ابيض والنصف الاخير راح نوضعه بالماء زينا يعني الناشا ودائما بنفس الكأس النسب كأس تاع السكر الناعيم سوكخي غلاس وكأس كامل تاع الزيت دائبة وتقدر توضع الزيت مع السمن وحبة تاع بيد وسكر معطي تاع الفانيلا ونحتاج احد الملعقة تاع ماء الزهر ونحتاج ربع معالق ولات الحليب يعني راح نجمحها بالحليب ماشي بالماء يعني باش تجيكم هالشيشة والدوب في الفم ما نقدش نقولكم الحليب بشحالي انه كل فارينا والنوعية ديالها كالي تشرب وكالي ما تشربش المهم هنا راح نبدأ نخلط كامل المقادير وضعت كده لك شوية ملح مع الفارينا ونبدأ نضيف هنا النشا مع السكر النعيم يعني نبدأ بالمواد الجافة وهنا واش راح نوضع راح نجيب الزيت حتى هي ونحاول نبسس العجينة ديالي بديء الطريقة ما لازم اشتعجنوها نهائيا وإلى العجينة راح نجيكم إلاستيق كما تعرفوا هذي القضية يعني كما تكونوا تعملوا اللباطقي زي ولا اي نوع من هذو اي نوع من الحلويات اللي جيب بديء الطريقة اهنا واش نوضع باش داك البيض ما يعمل ليش خطوط في العجينة ديالي راح نضيف له هنا واحدة الملعقة صغيرة والزوشة ماء الزهر ونخلطه معهنا جاتني واحدة المعلقة هكذا كبيرة تماء الزهر ونخلط بديك البيضة هكذا باش مين الماء والبيضة ديالنا ما تخليناش دوك الخيوط الصوفر ديال لكم فاهمين القصد ديالي بزاف اللي ما يستعملوش دي الطريقة ويحسوا بلي العجينة يجيو فيها خطوط صوفرين هذي الطريقة ما راحش تشوفو هذوك الخطوط النهائيا تع حباء تعالبيض ونبدأ كما تشوفو فقط هكذا بسباعين اللم ديك العجينة وبدأ نضيف في الحليب ما راحش نضيف بزاف دوك تشوفو واحدة اقل من ربع كأس ولا اقل اقل يعني ماشي نسبة كبيرة وتكون ان شاء الله العجينة جاهزة معايا او من بعد من نجمال العجينة شوفو اذا حبيتوها يعني تعطيكم نتيجة احسن منها احسن تخدموها في الليل وحتى الغضوات تبديوا تخدموها في حلوة ديالكم ولا كما عملت انا خليتها تري حتى ثلث سويع ولا اربعة اعطيتها وقتها يعني انا خدمتها في نفس اليوم وهكذا كالصال حاطة اثنين نتيجة مليحة يعني الاختيار يبقى هادي وارخيصة كما شفتو فقط بثنين دولار هنا عندي الغرس جاهز يعني نوعية رائعة ما تشوف في لعل فلا اشرف لوال وكما كنت شوف الصافية نوضع الارفة وراح نضيف كذلك شوية تاع الكبابة وتقدروا تعوضوها بالقرنفل القرنفل يعني الاختيار يبقى لكم قرنفل ولا الكبابة مهم علاش باش لبنات ما يجيكم العقداية بسال لانو ما الزهر يبس لكم سواء في الغرس والعقدة تعلوز ولا اي شي وراح نضيف كذلك الزيت لانو الزيت هو اللي يردها طريقة اكتر اصلا هادي الصراحة هادا الغرس دوناتور طري يعني ما رحش نكتر له بزاف ونمزج كلش مع بضياته البعض ويكون جاهز مع الغرس ان شاء الله والحين بشكل الكعيكعات ديالنا رح نعمل لانا شكلين يعني على شكل كعك النقاش وعلى شكل مول يعني رح نستعمل المعمول هادي هي ضروري نحتاج الى الميزان باش نوزنوا اهنا الاختيار يبقى لكم اذا حبيتوا تعملهم كاشو وحد للضياف ولا التجري فيهم الميزان من الاحسن العجينة تكون كموراني عمل انا رح نعمل ربعين ربعين حجم العجينة ولكن العقدة انا رح نعمل العشرين لكن توم عمل فقط 15 انا نعمل العشرين لانو نحب معمر بالغرس الوزن المتداول واللي معروف هو توضع 40 غرام في العجينة و 15 غرام في الغس هادي هي اهنا واش نعمل نبدأ نوجد في الكوراية الدياري نوجدهم هما الولاة العجينة ونافس الشي رح نكرر العملية بالنسبة للغس العجينة دروري تخليها مور هذه العملية تريح على الاقل واحدة النصف ساعة هاكدا باش ترجمة نانسي قنقر احنا بسم الله نبدأ وننشكل في الكعك ديهنة مكلا تستعملوا كامل حلال لانه العجينة تنحل معاكم بكل سهولة حاولوا تحدوا الشكل تاع مستطيل ومن بعد نجيب الغرص ديالي حتى هو نشكله على شكل حربوش ونوضعه يعني تقريبا الطريقة تاعة شارك اللي هادو يجيو على شكل كعيكعات هذا ما كان ونبدأ انلف كاين ملاحظة كذلك حاولوا الغرص يعني توصلوه حتى للحافة كامل علاش باش مي تجيو تشكلو الكعكعات ديالكم متجيكم مش هدي كوين توضعوا الغلقة شوية خاوية لانه في الطياب رح تلاحظوا الفرق مام انا ديف واتصر عليه بعض الحبيبات نحسهم باللي تم هبطول شوية لانه ما كونش وصلت الغرص حتى ديك المرحلة حاولوا الغرص مع الغرص يوصل من الدور الكعكعات ديالكم وكما شفتو تعبروا بايشي حبيتو مثلا انا حتى سكين حدايا وبين بدأ ان نسي طول الحبات هكذا باش جيني حباء دخط ها ويجو متقدين اما بالنسبة للشكل الثاني رح نجيب هدك الخاص بالمعمول نوضع عليه بلاستيك الغدائي تع المطبخ ونجيب هذي الكورة ونغرس فيها الحبة الغرص كما قلت انا نوضع عب عشر لكن توم اذا حبيتوها تجيب تقدر احسان والغرص ما يباش بالزر في العجين نوضع فقط 15 يعني هذي قضية الدوق وكل واحد كيفاش يحب الحلوة ذي راح نشكل ها بذي الطريقة ونبعد نحطها مباشرة في البلا الخاص بالفون نجيب الحين الى مرحلة النقش واللي كرها الاغلبية من نكره ها لان هذا البطلية صراحة من الاحسن تبضعوها فوق اي شي ما تبضوها شو بيدي لان العجينة شيشة وباش تقعد محافظة على الشكل ديالها تجيبوا هذا الخاص بالنقش انا هذا ما عندي حتى لتم لكن هذا اللي موجود كما عارفين احنا صحب الخارج تحاولوا تقسموها على اربعة بذي الطريقة يعني انا نشوف هذي احسن طريقة في النقش يعني على اربعة وعاو تدخلوه في الوسط وحدة وحدة المهم الفيديو راي وضح نفسه اهنا راني نحاول نوصل لانه كما كم تشوفو يعني نحاول نهبط تحت لتحت في الوسط ونفس الشي بالنسبة للجهة الثانية ملاحظة حاولوا تكرروا هذي العملية مرتين يعني تعاودوا تفوتوا المرة الثانية لالشي اللي عملتو هكذا باش يجي باين معكم وكان هذا هو الشكل النهائي انا ماشي بروفيسيونل فيه صراحة لكن هذا حد الباس كذلك حاولوا انكم ما تدخلوش مباشرة للفن دخلوا للثلاج تخلي وحد تايي بس يعني ذيك العجين تحسوها نشفت نشفت ميت تنشف العجين عادة باش دخلوها للفن لبنات باش يجي كوميد الفن هذا كذلك سر من الاسرار نجاح وصفت او كعك النقاش انا رح ندخلو للفن هنا للثلاج ومبعد من الثلاج رح ندخلو الفن على درجة مئة و انا نوضع بين مئة وستي بين مئة وسبعين وهنا من بعد ما طاب نكون تحمرت وشو ياكم ما رح تشوف يعني سهيت عليه في الفن هو من الاحسن تخلي وعلى بايات هنا رح نزين وإختيار يبقى لكم اما بالغرس ولا بعجينة الشوكورة بما كانت عدا بايات اللي ختمت بها الحلوة لغم رح نرميها ورح نستغلها ونزين بها حبيبات ديالي رح نوضع هدا الشكل الورضة ولا البابيون وانثبتها بالقليل من العسل خصوصا في هدو المهم كل واحد والشي اللي يكون موجود عنده وكان هذا هو الشكل النهائي الحلوة اليوم كمرا كمتشوفوا خليتهم على بايات تقدروا هدوك اللي عملتهم على شكل معمول ترشوا عليهم شوية السكر الناعم يجيوا ما شاء الله العجينة تدوب فلف لبنات هشيشة بزبزب وبنين نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها على طريقتي واكيد وان شاء الله بإذن الله ما رح تندمو وراح نحلكم حبيبا وتشوفوا القوام ديالها كيف يجي بسم الله وماشاء الله شوفوا العجينة لابات هشيشة والغرس ما شاء الله لابيهنا نعم العشرين نحب ومع نحب نسب الغرس ماشي غير لابات برك يجي لبنات من أرواع ما يكون ان شاء الله برك تجربوه وهناك نوصلنا إلى نهاية الفيديو وكل عداء إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تدعمونا باللايك واتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد واتبخ تجيو مع الفيديو مع الأهل والأصدقاء ومع لي ما نقولكم غير السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته وألقاكم في فيديو آخر إن شاء الله شكرا